أنشطة وعمليات في الخلية أنشطة في الخلية النقل السلبي الخلية كما نعلم يغلفها الغشاء البلازمي والغشاء البلازمي يتميز بالنفاذية الاختيارية أي أنه يسمح لبعض المواد بالمرور ويمنع مرور مواد أخرى ومرور المواد خلال الغشاء البلازمي أو نقل المواد قد يكون بطريقة النقل السلبي وما معنى النقل السلبي؟ معنى النقل السلبي أي بدون الحاجة إلى طاقة وهناك ثلاثة أنواع للنقل السلبي أول نوع الانتشار ومعنى الانتشار هو انتقال الجزيئات من الأماكن ذات تركيز مرتفع إلى الأماكن ذات التركيز المنخفض وتظل تنتقل الجزيئات من التركيز المرتفع إلى التركيز المخفض حتى نصل إلى حالة التوازن والتوازن هو أن يصبح التركيز تقريبا وحالة التوازن وحالة التوازن هي أن يصبح التركيز في المنطقتين متساويا وهذا هو ما يحدث في الرئتين فيكون تركيز الأكسوجين في الرئة عالي فعندما تأتي خلايا الدم الحمراء بتركيز أكسوجين منخفض يحدث الانتشار فينتقل الأكسوجين من الرئتين ذات التركيز العالي للأكسوجين إلى خلايا الدم الحمراء ذات التركيز المنخفض وقد يكون النقل السلبي عن طريق الخاصية الأسموذية أو انتشار الماء والخاصية الأسموذية هو انتقال الماء عبر الغشاء البلازمي ولذلك يجب أن تكون الخلية محاطة بكمية كافية من الماء حتى ينتقل الماء إلى داخل الخلية وليس خارجها فإذا كانت الخلية غير محاطة بكمية كافية من الماء فإن الخلية تخسر الماء أي أن الماء يخرج من الخلية وآخر طرق النقل السلبي هو الانتشار المدعوم الانتشار المدعوم هو مثل الانتشار انتقال المواد من تركيز مرتفع إلى تركيز منخفض لكن الانتشار المدعوم يكون بمساعدة ومتى نحتاج المساعدة عند نقل الجزيئات الكبيرة عبر الغشاء البلازمي مثل جزيئات السكر ومن يقوم بالمساعدة؟ يقوم بالمساعدة البروتينات الناقلة الموجودة في الغشاء السيتو بلازمي تستخدم الخلية أحيانا عملية النقل النشط لنقل المواد عبر الغشاء السيتو بلازمي وفي النقل النشط تحتاج الخلية إلى الطاقة لنقل المواد عبر الغشاء السيتو بلازمي وتستخدم الخلايا البروتينات الناقلة في عملية النقل النشط مثل الانتشار المدعوم إلا أن الفرق هنا أن المواد المنقولة تتحد مع البروتينات الناقلة البلعمة والإخراج الخلوي الجزيئات الكبيرة جدا لا يكون نقلها عبر الانتشار أو بواسطة البروتينات الناقلة وذلك مثل جزيئات البروتينات والبكتيريا ففي هذه الحالة تقوم الخلية بعملية البلعمة أو البلع وكيف تتم البلعمة؟ هذه الخلية عندما يلامسها الجزيء الضخم الذي تريد الخلية أن تبتلعها فإن جدار هذه الخلية يلتف حول هذا الجزيء بهذه الطريقة واستمر في الالتفاف عليه حتى يبتلعه كاملا وتستطيع الخلية عكس هذه العملية لتقوم بالإخراج الخلوي فعندما تريد الخلية إخراج بعض الفضلات فإن هذه الفجوة تقترب إلى أن تلامس أشاء الخلية وتعكس عملية البلعمة فتقوم بإخراج هذه الفضلات خارج الخلية الحصول على الطاقة واستخدامه تحدث في الخلية مجموعة من عمليات الكيميائية تسمى عمليات الأيض عمليات الأيض هذه تأخذ الغذاء الذي نتناوله وتحوله إلى أشكال أخرى تستخدمها الخلية لأداء النشاطات المختلفة والتفاعلات الكيميائية خلال عمليات الأيض هذه تحتاج إلى الإنزيمات والإنزيمات هذه تساعد في العمليات الكيميائية لكنها لا تدخل في هذه التفاعلات بالتالي فيمكن استخدام هذه الإنزيمات أكثر من مرة لأنها لا تستهلك ولكن تستخدم أكثر من مرة البناء الضوئي تقسم الكائنات الحية إلى كائنات منتجات للغذاء أي تستطيع الصنع غذائها بنفسها وإلى مستهلكات وهي التي لا تستطيع الصنع غذائها بنفسها والنباتات تعتبر من المنتجات وكيف تستطيع النباتات صنع غذائها عن طريق عملية البناء الضوئي ففي البناء الضوئي تستهلك الطاقة الضوئية وتحول إلى طاقة كيميائية وبشكل رئيسي فإن النباتات تستخدم عملية البناء الضوئي لتصنيع الكربوهايدرات فالنباتات تأخذ الطاقة الضوئية وثاني أكسيد الكربون والماء وباستخدام صبغة الكلوروفيل والتي توجد في البلاستيدات الخضراء تنتج النباتات السكر والأكسوجين ولا تستهلك النباتات كل ما تصنعها من الكربوهايدرات ولكنها تخزن هذه الكربوهايدرات فتخزن السكر أو الكربوهايدرات على شكل نشأ أو مواد كربوهايدراتية لتستعملها للنمو والاستمرار في الحياة والتكاثر التنفس الخلوي في عملية التنفس الخلوي تستخدم خلائي العضلات الأكسوجين لتحليل الغذاء وبالتالي إنتاج الطاقة وكيف تتم عملية تحليل الكربوهايدرات؟ يتم تحليل الكربوهايدرات إلى الجلوكوز ويتم تحليل الجلوكوز إلى جزيئات أبسط وعملية التحليل هذه تنتج الطاقة وعملية التحليل هذه تحدث في الميتوكونديريا داخل الخلية والميتوكونديريا تحتاج إلى الأكسوجين للقيام بعملية تحليل الغذاء كما رأينا والفضلات الناتجة عن هذه العملية هي ثاني أكسيد الكربون والماء وهناك عملية أخرى تستخدمها خلايا العضلات لإنتاج الطاقة وهي التخمر وفي التخمر كما في عملية تحليل الكربوهايدرات تقوم الخلية بتحليل الكربوهايدرات إلى الجلوكوز ثم إلى جزيئات أبسط ولكن هذا يتم بدون وجود أكسوجين وعملية التخمر لا تحدث في الميتوكونديريا ولكن تحدث في السيتوبلازم والفضلات الناتجة عن هذه العملية تكون حمض اللبن أو حمض اللاكتك أو الكحول وثاني أكسيد الكربون العلاقات المتبادلة بين العمليات درسنا حتى الآن عملية صنع الغذاء والتي تكون في النباتات وهي عملية البناء الضوئي درسنا أيضا عملية استهلاك الغذاء التي هي عملية التنفس الخلوي أو أحيانا التي تكون التخمر عند عدم وجود الأكسوجين وما العلاقة بين هاتين العمليتين نرى أن النواتج في عملية البناء الضوئي والتي كانت السكر والأكسوجين تكون هي المواد المستهلكة في عملية استهلاك الغذاء فالنواتج من هنا تكون السكر والأكسوجين وهي المواد التي تستهلك في التنفس الخلوي التنفس الخلوي يأخذ السكر أو الكربوهايدرات والأكسوجين لإطلاق الطاق ومن الفضلات هنا أو النواتج في عملية التنفس الخلوي رأينا أن النواتج هنا هي ثاني إكسيد الكربون والماء والتي هي المواد المستهلكة في عملية البناء الضوئي فهاتين العمليتين متعاكستين تقريبا وبإتمام هاتين العمليتين تكتمل دائرة الحياة ترجمة نانسي قنقر